اشتركوا في القناة 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 نحن كلا خمسة شركات نقدر نشتغل لهم يعني فخني أبني علاقات هني أتوف بوين أقدر أوصل ووين أقدر أشتغل في هال خمس شركات عقب مع الوقت اكتشفت أن طبعا هني أكثرهم رابعي اشتغلوا اللي يشتغل أو اللي يكمل دراسته خلاص أنا اللي حين كن ضايع يعني مثل حالي حال أغلب الناس والطرف الثاني اللي سوى لها بزنس واللي أسس لها بزنس أسس لأن مثلا الأهل ساعدوا والأصدقاء ساعدوا يعني العلاقات الموضوع كله في العلاقات أنا اكتشفت لحظة نحن دراسته بتروحي واخراتك اكتشفت أن العلاقات هي أهم شي وما أحد علمني ولا شيء عن العلاقات يحش السالفة فهني بدأ صراحة فكرة المجلس في البداية قلت لحظة يعني هذه أهم مورد عشان الواحد ينجز أهداف الشخصية أو التجارية بس ما أحد تكلم عن الموضوع لا مدرسة ولا جامعة ساعد حتى الأهل ولا أصدقاء لا أحد يتكلم عن علاقات كل واحد يخلي خاص بينه وبين نفسي يعني قلت لا 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 أنا أب سوي باب نفس ما إحنا مثلا إذا واحد يبي مثلا الفلوس أو المال يروح حق البنك يقولهم يا جماعة ترى أبي فلوس عشان أسوي كذا أو مثلا الباب الثاني حق معلومات أروح حق مدرسة وأروح حق جامعة عشان أبي معلومات تعطيني هال معلومات اللي أبيها لكن لنتي حق سالفة العلاقات ما في شيء بس الله وإياك يعني لا لا أنا ما بي تذي أنا أبي شيء أروح له مثل ما وروح حق البنك وروح حق الجامعة بيعطيني العلاقات اللي هو يعني بداية فكرة المجلس بس طبعا أنا أكثر واحد كنت ضد الفكرة أنا وايد أحب يعني أكون من نوع شخص ثاني مهني واقف يمي ويشوفني يقولي لا أنت غلط أنت غلط وأنا حاول أثبت حق نفسي ثاني أنا لا أنا صح قبل أحد يقولي أنا أنا غلط يعني فهني أتذكر بديت كلمت المدرسة اللي أنا تخرجت منها قلت لهم يا جماعة أبي سوي شيء حق الطلاب تخبرون حنا كنا يا مدرسة كنا ضايعين لا تخصص ندري أي ناخب ولا جامعة نروح ولا ولا شغل كنا كلش ضايعين ولو المدرسة بتساعدنا بيقولون أحد يتكلم ساعة واحدة عقب الله وياك بس فأنا الحمد لله بسبة العلاقات اللي كانت عندي والشباب اللي كانوا درمداري وتهم مستقلين في مجالهم سنة سنتين قلت شبا سوي بأخذ قاعة في مدرسة بس سوي مثل ميلس بأيب الناس اللي أنا عافهم تغريبا الحمد لله قدنا نوصل أكثر من خمسين شخص في يومين كل واحد فيهم عند أقل من سنتين خبرة في مجاله اللي دكتور والمحامي واللي أتشار واللي مهندس واللي مصور كلهم كلهم والميديا كلهم يبناهم أول شيء بالنسبة لي أهم شيء نبني العلاقات بينهم بين الطلبة ليش علشان لو بكرة طالب عنده استفسارات ولا شيء يقدر يكلم هالشخص عشان يرشده فالحمد لله حمد لله عقب ما خلصنا تذكر يعني ألخص الموضوع عقب ما خلصنا الإفنت ياتنا واحدة من البنات اللي يبناها علشان تساعد الطلاب مدارس قالت لي يعني أنا في حياتي كلها ما حسيت ثمينة كثر هالوقت هنا الكثير من الناس يقولون يعني أنت بتيب ناس بترفع لهم ش بتعطيهم شون ذاك بس لا ترى أحيانا الواحد بس يببي واحد بس يببي حسس انه ذو عنده قيمة بس وهاي الشيء الحمد لله لقدرنا نوافر احنا وانا قلت يعني صدناها خلاص this is the hit point يعني let's keep running خلل نمشي على الموضوع شكلنا فيه في مشروع في شيء بس ما عارف بس خلل نكمل ونشوف وين الله يودينا إن شاء الله فهني نرجع حق موضوع النجاح بالنسبة لي الجواب حق النجاح كخبرة شخصية ثلاث أجوبة أول واحد اللي هو الضغط ثاني واحد اللي هو العلاقات ثالث واحد قانون العشر تلاف ساعة كلما الواحد بدأ في فكرته أو أي شيء يبي ينجزه من وقت كلما قدر يخلص العشر تلاف ساعة من وقت وكلما وصل حق الهدف اللي يبي في الوقت اللي هو يبي يعني فأنا الحمد لله من أول ما تخرجت من الجامعة كان بمكاني لا أشتقال وذاك وقل لا عقب إذا تقاعت بس أولي الفكرة مباحية فأنا بدأت من البداية فقدرت أشقل هالتايمر مات العشر تلاف ساعة فالمهم عقب نرجع حق موضوع عقب ما خلصت من الجامعة الأولية يطني فكرة المجلس طبقت كم من فكرة وعقب طبعا حصلت قبول في الجامعة ورحت أدرس حق الماجستير صراحة صراحة الماجستير اللي أنا خطة والتخصص اللي أنا خطة اللي هو كان هندسة بحرية كان وايد صعب حطني في تحت ضغط مبطبيعي يعني وهي ليش وايد أقول حق الناس يعني اللي درسون في مدارس أو جامعات طبعا بيعلمونكم وايد أشياء بس اللي أنا أكثر شيء استفدت من مدارس أو الجامعة أنه حطتي تحت ضغط عمري ما شفته ولأن نحطيت تحت ضغط يعني ليليوم إذا ما نحطيت تحت ضغط بحث روحي شيء غريب بحث روحي أني ما أنجزت ولا شيء فلوزم أكون تحت ضغط 24 ساعة سواء حق نفسي حق عقلي وحق جسمي أي شيء بس لوزم أكون تحت ضغط على طول يعني فهي شيء اللي ساعدني أو اللي علمني في الجامعة وأنا ندرس الماجستير طبعا يعني أول سمستر رسبت كل امتحانات رسبت كل أساينمنت ما خلت شيء ما رسبت فيه يعني والحمد لله الحمد لله يعني قدرت أخلص الموضوع بخير يعني وتخرجت بالشهادة يعني فعقو ما رجعت مثل ما قلت لكم يعني حسيت روحي مرة ثانية ضايع شيء السالفة والحمد لله هناك الليموني الشاركية بوظفوني حق التخصص لأنا كنت ماخذة وهو الهندسة البحرية فرحت أتوظف يعني أنا دائما كان في اعتقالي إذا توظفت أوه بكون حدي تتعبان مثلا ثمان ساعات 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 في اليوم بكون تتعبان بارجع البيت بروح الجم وبارقد بس عقو ما عقوب مع الوقت عقوب شهرين ثلاث تشر معاني شغلي كان كله في البحر ترى وأنا كت الوحيد المهندس البحرين إذا كل وقت الصغير في المشروع فكنت وائد تعبان فعقو ما رجعت لبيت حسيت لا ترى عندي وقت واهد يعني أقدر سوي واهد أشي في الوقت فهني قلت خانا أكمل سالفة فكرة المجلس خانشوف لون بنمشي هني في أتذكر مقال قريته يقول أن كل شخص قابل في حياتك مثل المنظرة تعدل فيها نفسك يعني خانقل مثلا واحد العز ثيابة ولا شيء إذا ما شاف روح في المنظرة ما بيعافنا ثيابة واسخة ترى بس لأن تشاف روح في المنظرة عرفنا ثيابة واسخة ترى بس لأن ت ما يقدر يبدلها فكل شخص تقابل في حياتك مثل المنظرة عشان تتعديل على نفسك نفسك أنت كشخص وكلما أنت عدلت نفسك كشخص كلما زالت احتمالية إنك تصنع منتج أو خدمة زي نحق غيرك يعني فمعناته شانو يعني كلما تعرفت على ناس كلما عرفت أنا شانو أبي وsi أنا عرفت كلما أنا شانو أبي كلما عرفت شانو أنا بنجز وكلما عارفت أنا عنcimento فكلما قابل الناس كلما هم يحقيقون لي شانو أبي يعني ترى أهم شى العلاقات أهم شى العلاقات يعني أضمن لكم كل شيء تف فعقب ما خلصت الماجستير واشتقالت وكل شيء بريتا تأديش الموضوع العلاقات وسويلي المشروع المجلس أتذكر كلمني واحد من المرشدين اللي تعرفت عليهم من شخصيات قال ليم هنا ترى حياتك عبارة عن ثلاث أشياء أول عشر سنوات في حياتك تبني خبرتك ثاني عشر سنوات من حياتك تبني اللي هو يسمونه فينانشال فريدم النشار أنت تكون حر بالمال اللي عندك يعني تسوي لك تجارة أن تبني لك تروة عشان تكون حر ثالث عشر سنوات من حياتك تبني فيه سطورتك أنا بالنسبة لي ترى المجلس سطورتي فكل ما بديت فيه من وقت كل ما عندي وقت وايد عشان أحقق نجاحة أو عشان أسوي شيء منه وفي نفس الوقت بالنسبة لي يعني وايد أمشي على أحب الله للناس أنفعهم للناس وأحب هالجملة وايد يعني وأبني كل حياتي عليها فأتذكر يعني أعرف داخل إن إذا سويت شيء خير وبيفيد خاصة إذا يفيد الناس بيمشي فمن يومها بديت أركز على المجلس والحمد لله يعني مع الوقت أكثر من تقريباً على المنصة نفسة أونلاين يعني أكثر من خمسمائة شخص قدر يحصل على الشخص اليابيه ومن الجلسات اللي كنا نسويها طبعاً قبل كورونا أكثر من ستمائة شخص قدر يحصل على الشخص اليابيه فليليوم الحمد لله الحمد لله يعني حصلنا حركة منه وحصلنا خنقول يعني الناس استفادوا منه وأنا بالنسبة لي هاي أكبر إنجاز بالنسبة لي وعقب صارت صارت الاتصال كلموني شركة شركة ما شاء الله عليهم يعني ناجحين في مجال قالوا مهننا عاجبين في مشروعك ونبي نستثمر في مشروعك أنا بالنسبة لي كان يعني كان فرحة بس في نفس الوقت عرفت أنه بيي يها الوقت ليش اللي نرجع حق موضوع 10.000 ناعة فبخلاصة الموضوع عشان واحد بالنسبة لي كخبرتي يحقق نجاحه يحتاج هل ثلاث أمور في الطعام هو الضغط، سواء ضغط مدرسة أو ضغط جامعة أو ضغط شرق ثاني شي اللي هو العلاقات، ترى العلاقات أهم ما يعني في النهاية اليوم لما نجمنا يعني أوادم نحتاج أوادم علشان ننجز الأشرة اللي ننبيها وثالث شيء أهم شيء 10,000 ساعة فالسؤال يقول متى راح تبتدي 10,000 ساعة مالتك